رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري في جولة بدأها بالزيارة الجمهورية الفرنسية ومنها إلى مصر مع إعلانه العودة إلى لبنان خلال ساعات بينما أنقسم أبطال كذبة احتجازه في المملكة بين الصمت والإصرار المرتبك إنه أسبوع كشف الأقنعة فها هو رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري بعد زيارة لفرنسا التقى خلالها الرئيس ماكرون أما سياسيو الشر في لبنان فهم منقسمون بين صمت مطبق واستمرار مرتبك في كذبة احتجاز الحريري يتبعهم المطبلون لأكاذيبهم في إعلام محور الشر ليملؤون هماهم للتخريب والتشغيب والإرهاب ويرى مراقبون أن المكسب الأكبر من هذه الأزمة هو سقوط القناع عن الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي بدأ عاجزا عن أن يكون رئيسا لكل لبنان بانحيازه للموقف الإيراني واتهامه للمملكة باحتجاز الحريري في وقت تغافل فيه عن حقيقة أن ممارسات حزب الله هي سبب أزمة لبنان هذه هستيريا روّج لها اللبنانيين حزب الله بالذات عساس يسيئوا للمملكة وسمعتها وعساس يبعدوا الأنظار من اللوم عليهم هم والذي يجب أن يكون ويضع اللوم على المملكة ولكن هذه ما نجحوا فيها لأنه كيف تحتجزوا شخص وهو حر في بلد رايح جاي ولم يقولوا كان محتجز كان راكب طيارة رايح فرنسا نقوس الخطر يدق وينذر بقضاء حزب الله الإرهابي على كل قوى لبنان السياسية في حال استمراره بمشروع تحويل لبنان كأحد ملحقات جمهورية الشر الإيرانية أما عقلاء لبنان فقد استشعروا هذا الخطر حيث أكدت مصادر في حزب القوات اللبنانية بأن عودة الحريري ستفضح كل من كان يستغل استقالته ويستخدمها لتحقيق أهداف حزب الله على حساب الأهداف الوطنية للبنان ومصالحه العليا معالم المرحلة الجديدة باتت واضحة فالحريري سيعود ليطرح بلورة فعليا للتسوية شريطة أن تلتزم القوى المعنية بمبدأ النئي بالنفس ووضع حل جذري لسلاح حزب الله الملطخ بالدماء العربية في سوريا واليمن وتجييش الخلايا في الكويت والبحرين أنا إن شاء الله سأحضر عيد الاستئلال في لبنان ومن هناك كل مواعفة سياسية أريد أن أطلقها من هناك بعد أن أرى فقامة الرئيس الجمهورية الحريري قدم عدة تنازلات في سبيل تسمية عون رئيسا للجمهورية حرصا على استقرار لبنان ثم عاد مجددا بعد استقالته ليؤكد أنه سيعود إلى بيروت عودة مشروطة من أجل استقرار لبنان بعد كل هذا يبقى السؤال الأهم ماذا بعد عودة الحريري وكيف سيتعامل حزب الله مع الرئيس المستقيل هذا الأسبوع الحاسم كفيل بالبوحي بالمزيد إما لبنان رهين لحزب الله بلا حكومة أو قرار لبناني قوي يعيد لبنان لأهله وشعبه فضلا عن محيطه العربي مساعد العمر الإخبارية